مرحبا بكل المستمعين الكرام الفرق المغربية أعدت العدة تتأهب لأن تعود إلى مدمار المنافسة غدا في إطار الموسم الكروي الجديد 2021-2022 بطولة جديدة في زمن كورونا الفرق المغربية التي لم تخلد إلى الراحة سوى لحوالي أربعين يوما ويا فسحة زمنية غير كافية لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل جيد لموسم شاق ومدن منافسات هذا الموسم الجديد ستنطلق غدا إذن باللقاء الافتتاحي الذي خلاله الرجاء البيضوي ينزل ضيفا على فريق يوسفية برشيد في الساعة السابعة والربع مساء ثاني لقاء سيتمثل في ديربي عبدها دكالة وخلاله أولمبيك آسف يستضيف الدفاع الحسني الجديدي باقي المنافسات ستواصل يوم السبت بلقاء بين العائد أولمبيك ريبغا وموليت وجدا ولقاء لا يخلو من أهمية بين شباب المحمدية والفتح الرباطي في ملوداد يستهل حملة الدفاع عن لقبه يوم الأحد باستقباله لإتحاد طنجة كرة القدم المغربية دائما المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع يواصل استعداداته بليتوانيا حيث يتأهب لأن يخوض منافسات كأس العالم ابتداء من نهاية الأسبوع وقد وصل المنتخب المغربي استعداداته على بواد ثلاثة أيام من أن يدخل حلبة التباري حيث يسعى المنتخب المغربي لأن يتأهل الدور الثاني وذلك في مجموعة تضم كل من جزر سليمان تايلاندا والبرتغال المنتخب المغربي الذي يواصل استعداداته تحت إشراف المدرب هشام الدقيقة وبخصوصي الاستعدادات والأطوار التي بلغتها نستمع لعبدالطيف فاتي لعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاع مصابقة تس العالم غدوز الحمد لله كيف ساعدنا لها وكما ساعدنا لها مع السيد يشام الدقيقة الحمد لله الدريقة دريقة مفرحانين وكي تريدون مزيان وإن شاء الله غد نديروا شي نتيجة مزيان إن شاء الله لأن المغربة يفرحوا بإذن الله إن شاء الله ما كنش ماتش سهل إن شاء الله إحنا تيقين في راسنا وستساعدنا مزيان وربين شاء الله ما غديش يخيبنا وكما قلت في مجموعة عدنا شوية صعبة ومشين سهل ونقولوز عمراء عدنا مباراة شه سهلة ولا شي حاجة إحنا أي مباراة نساعد لها كأسا الساعدة إن شاء الله المنتخب المغربي الحائز على بطولة إفريقيا للأمم في النسختين الأخرتين محمل آذن كأس العرب لهذه المنافسة يتوجد في المركز السابع عشر عالميا والأول للسعيد القارع هذه المرحلة الإعدادية وانتلاق المنافسات يوم الأحد القادم بالنسبة للنخبة المغربية نسمى أذن للاعب النخبة المغربية عثمان بومسو استعدادات اللي قمنا برقة النخبة الوطنية كانت في المستوى المطلوب وقدرنا واحد دوري مستغر في سلوفاكيا ولعبنا واحد مباراة هنا في ليتوانيونيت تدخلنا في استعدادات إن شاء الله كنتمنى يكون المستوى دينا حسن من المرات السابقة وكنتمنى توفق المنتخب الوطني دينا باش نفرحوا جميع المغربة خارج الوطن وداخل أرض الوطن كرة القدم دائما على الصعيد الدولي هذه المرة رابطة الدوريات الأوروبية أبدت معارضتها لإقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة كما اقترح ذلك رئيس الفيفا سويسري جاني إنفانتينو الذي أوضح بأن التفكير سينشغل الآن بالأساس على محاولة تنظيم كأس العالم كل موسمين وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليوفا قد عرضها إذن هذه الفكرة حسب رئيسه أسلوفيني أليكساندر تيفرين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لليالنا نهر اليوم بأن الجامعة اليابانية لكرة القدم أعلنت انسحابها من استضافة كأس العالم للأندية للعام 2021 وذلك بسبب جائحة كوفيد-19 وأضفت الفيفا في بيان لها بأنها تؤكد أن الاتحاد الياباني لكرة القدم اعترض أو امتنع عن تنظيم هذه المنافسة وبالتالي لم يعد بإمكان اليابان استضافة كأس العالم للأندية كرة القدم دائما هذه المرة على صعيد المنطقة الأمريكية اللاتينية حيث توصل المنافسات الإقصائية المؤدية لكأس العالم قطر 22 مساء اليوم الأوروغوي يواجه منتخب الإكواتور وفي لقاء قوي أيضا كولومبيا في مواجهة المنتخب الشيلي في باقي اللقاءات الأرجنتين تستضيف منتخب بوليفيا حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني أن يحقق فوزا جديدا يخول الاقتراب من كأس العالم فيما منتخب البرازيل وفي الواحدة ونصف صباحا والذي يحتل صدارة هذه الإقصائيات منتخب البرازيل سيكون في مواجهة البيرو كرة المدرب هذه المرة وبذلك مع منافسات دوري الأمريكي المفتوح والتي توصل منافساته بإجراء لقاءات الضور النصف النهائي سيدات دوري فريشينج مدعو التي تميزوا ببروز وجوه جديدة كما وشان بالنسبة لليونانية ماريا شاكاري التي ستواجه في الضور النصف النهائي إما رادوكانو من بريطانيا لقاء آخر لا يخلو من أهمية بين ظاهرة هذه البطولة لهذه السنة الكندية ليلى فرنانديس والتي ستكون في مواجهة أرينا سابالينكا من بيلاروسيا بإذنة مستمعين لنهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي شكرا لحسن الإصلاف